قوليلي طعم الخيانة بتحسيه ازاي؟ على حسب الخيانة.. الخيانة يعني ايه خيانة؟ خيانة ما بين راجل والست لا مش خيانة خيانة مش على حسب لا فيه اصلي خيانة اصلي انت لما ممكن بأصحاب وتخني على فكرة مش لازم يقص الخيانة دايماً اول ما تيجي الخيانة يبقى الراجل والست لا فيه اصحاب بيخونوا بعض فيه الناس بتخون بعض بالكلمة يعني لاب والخيانة بتقوي الست ايلا بتهده؟ على حسب الست نفسها فيه ساعات بتقويها وفيه بتهدها على حسب تركيبة الست نفسها ست اسمها ريم الخيانة بساعاتها ادي ايه في حياتها؟ لا انا انا حالتي انا الحمد لله ما تهدتش او ما يعني الحمد لله يعني قدرت عدي قدرت عدي اللحظة الخيانة هي اشتاعة ازاي؟ هو يعني انا مش عايز اخش قوي في المواضيع دي شوية مش فكريها انا فكريها تخيل هتصدقني هتصدقني وحيات ربنا مش عشان كاميرا شغل وحيات ربنا مش فكريها بس عارف ان انا عديت يمكن اكيد بتحولي تتناسية لكن اكيد جواك مش نسياها بس مش فكرة الاحداث ومش فكرة طب هقولك على حاجة والله لسه قدت بتكلم انا لو رجعت دلوقتي بسنتين لورا والله ما كنت زعلت كده ولا تضيقت كده ولا تقهرت كده ولا اي حاجة خالص زعلت من ايه؟ زعلت على نفسي ضيقت على نفسي زعلت ان انا متحبتش ممكن اكون انا حبيت متحبتش ممكن يعني زعلت زعلت كمان عشان احنا كلنا في شارع واحد كان فيه دمان مسلسل مين اللي مقدرش يحب فاطمة مين اللي مقدرش يحب ريم ممكن كتير كتير ممكن حالي يحبني كأخت كصديقة كفنينة يعني الله أعلم بتحبي قونة الاطلال ومكالسون؟ شمان الاطلال قبل كده حالك تضيف قالك شمان اطلال لاي اني كبليه بالزبطة كده اي كبليه كده لسه عايش على اطلال قصة حبك احمد سعد عايش على اطلال قصة حبك وفي حد بيعيش على اطلال حد انت بس خببتاني لي اطلعهم الشاشة اولي لسه بتحب احمد سعد ولا كريتين لا مقدرش اكرهه بس مقدرش احبه مقدرش اكرهه ازاي مش فهم دي فزورة؟ لا مش فزورة والله مقدرش اكرهه ومقدرش احبه ما بكراههوش لان احنا فترة طويلة جدا في السنين متكلم في 16 17 سنة بكل الاشكال ما بتكرههوش فهمة لكن ما بتحبهوش؟ لا ما بحبهوش اكيد مش هحبه اكيد مش هحبه مش عايش على ذكره زي ما انت قلت والاطلال والحاجات عينيه عينيه كده اه ساري اكدب الله بس سعد قال ما تعملني مشاكل بعد كده على فكرة ففهو حاجات تانية سعد قال اقظم في حوار لي انه كنت بقيته اصدقاء اه هو خانه بس انا مش مصدق هو خانه التعبير شوي هو يعني اللي بيعرف احمد يعرف انه مش متحدث جيد يعني بيتكلم بعشام مش لدرجة ان احنا نوصل اصدقاء عشان في ايه بالزبط مش لدرجة يا دكتور ان احنا نوصل اصدقاء احنا تقابلنا اه بالصدفة في عيد في احدى الفنادق كنت انا وعيلتي وهو كان مع اصحابه وتقابلنا وشوفنا بعض بعد الاحداث دي كلها وسلمنا على بعض وسلم على اهلي ويعني مفيش بيننا الهيصة الصداقة دي يعني لازم نشوف بعض الصداقة تسأل علي عيد نقول لبعض كورسان انت طيب مش للدرجات انا شفت طبعا واتبعت لي اكيد وشفت الحضرك بتقوله اشتركوا في القناة